منذ أكثر من ثمانية قرون ومن مملكة غرناطة في الأندلس جاءت إلى أهالي بلاد المغرب العربي موسيقى تبحث لنفسها عن مأوى بعد أن انهار موطنها موسيقى فريدة من نوعها تتميز بتقنيات وأساليب خاصة سواء في طبيعة الغناء بها أو من خلال الآلات المصاحبة لها الموسيقى الأندلسية التي وجدت مستقرها في بلاد المغرب العربي صارت نمطاً موسيقياً يشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للكثير من المدن في هذه الدول والتي تمارس بشكلها العادي كموسيقى كلاسيكية أو بشكلها الخاص كموسيقى مرتبطة وملتصقة بالمدائح والإنشاد الصوفي أصبحت تلك الموسيقى هي الموروثة الغنائية لبلدان شمال إفريقيا من الأندلس سواء بنصوصها الأدبية من شعر وموشحات وأزجال أو بأوزانها الإيقاعية أو بمقاماتها الموسيقية لكن عشاق المغنى في بلاد المغرب أضافوا عدة لمسات ساهمت في تطوير شكل هذه الموسيقى التي لاقت دفءاً وأماناً بين أصوات المغاربة اختلفت أسماء هذا النوع الموسيقي من منطقة إلى أخرى فهو الآلة في المغرب والطرب الغرناطي في غرب الجزائر والصنعة في العاصمة الجزائرية والمألوف في الشرق الجزائري وتونس وليبيا وللموسيقى الأندلسية وطرق الطرب بها طبيعة خاصة فهي تعتمد في آدائها على مجموعة مصغارة أشبه بالتخت الشرقي تضم بشكل رئيسي عدة آلات وترية كالعود والكمنجة وأحياناً القانون والرباب كما تضم القليل من الآلات النفخية والإيقاعية عشق الموسيقيون في بلاد المغرب على مر السنين تلك الموسيقى وتوارستها الأجيال وأنشأت من أجلها الجمعيات كي تحافظ عليها ولا زالت العناية المغاربية بالموسيقى الأندلسية مستمرة ترجمة نانسي قنقر